عام 2024 يمكن عام كان شفنا فيه الكثير من التعثر للشركات اللي هو ممكن نقول إن عام 2024 بيقترب من أن يصبح العام الأكثر إفلاساً في تاريخ الشركات النمسوية مع زيادة الأسعار وضعف الرواتب وكمان هناك بعرض برضو خلل في نظام العمالة في نظام التشغيل ما فيش مهنة في النمسا ما فيهاش عملية نقص في العمالة نعم قرأتك للخبر يعني مع الأسف سيد زندوح هذا الخبر أو هذا يعني هذا الشيء هو من أهم تحديات الحكومة النمسوية المقبلة إنه كيف راح تقدر تتعامل مع هذا الخلل الاقتصادي يعني بإعالى بإلك بتاريخ النمسا الحديث تقريبا ما أعرك يمكن بتاريخ النمس بصراحة طال إنه ما سجل عدد إفلاسات مثل ما سجل بهاي الفترة يعني حتى الآن قديش بقولوا 3026 بالمية زيادة فعليا تم تسجيل بنهاية سبتمبر تهار تسعة 3064 حالة إفلاس وتجاوزة إجمالي عدد حالات في عامي 2018 و2019 على التوالي عامي 2017 كانوا 43 و45 فنحن فعليا ما انتهى العام وتجلنا 3 و64 طبعا العام 23 كمان كان عنا 3364 وهذا لم يحدث من قبل نهاية أكتوبر فبالتالي يعني رغم أنه التضخم تراجع ورغم كل هالشيء اللي حضل ولكن مع الأسف شديد ما زالت حالات الإفلاس كثيرة الغلاء فاحش اليوم اليوم طريقة التسوق عند كتير من الناس اختلفت يعني اليوم كتير صارت الناس تلجأ للأونلاين تلجأ ما عادت نزلت على الأسواق ما عاد كتير يعني صارت التسوق بصراحة للمواد الأساسية للمواد الغذائية أما كل شيء آخر اليوم حتى الألبسة حتى الأحذية تقريبا اليوم كل هذه الأسواق أستاذ من المضوح عم تتلاشى شوي شوي فهذا من الطبيعي حالات إفلاس عطالي عن العمل حتسبب كتير أمور أو كمان ده الإفلاس الشخص يعني ليس فقط هذا بسبب خلال خلينا نقول إن كان موضوع الحكومة أو موضوع التضخم وما إلا ذلك يعني هذا الموضوع كمان بنفس الوقت كتير له علاقة بتغير أهليات التسوق كتير أمور عم تتغير اليوم يعني اليوم الزكاة بس هو المشكلة إن ده برضو إفلاس الشركات يؤثر تأثير مباشر على المواطنين العاديين اللي هما دول ما هم شغالين في الشركات دي حاليا دلوقتي فيه شركات مهددة بالإفلاس فيه شركات مهددة أو مش مهددة يعني بتلجأ إلى تسريح العمال فيه شركات ما عندها الشغل يعني مفيش مفيش أردرات يشتغلوها وبالتالي اليوم أنماط التصوق يقتص سوق العمل بالبطالة يوم سيد الكريم يعني حتى معامل السيارات معامل السيارات فيه معامل معامل الفوكسفاجن ومعامل البي أم دي أم بالضبط يعني فيه حالة تغيير شكلي من قبل كمان في فيينا قبل سنة معامل أوبل كان فيه الحي 23 و23 والله ما اللي بتذكر صراحة أنهم بفينا أغلق لأنه كل آليات التصوق اللي صار معاد فيه لمحركات الاحتراق صار فيه لمحركات الكهربائية وما إلى ذلك فكل أنوار تعتقد أنه 2025 ممكن يكون أفضل يعني نحن دلوقتي عندنا حكومة جديدة يوم لا 2025 سيكون عام التحول سيكون عام تحول بصراحة لكثير من الصناعات كثير من محل لا ما تنساش نحن دلوقتي على مقدمين على انتخابات جديدة انتخابات أمريكية يمكن الوضع أعتقد أنه يكون هناك تغير في الوضع الاقتصادي يعني في حال في حال جاء ترامب أعتقد مرحلة ترامب ستكون مرحلة يعني إعادة حسابات للكثير من القضايا اللي حصلت يعني بصراحة وممكن أنه نشهد وباء جديد كما شاهدناه في مرحلة ترامب الأخيرة بصراحة يعني بذكر انت وضع كورونا وكورونا هو اللي اللي ساهم بإخراج ترامب من السلطة في أوكرانيا بالضغط يعني ففي يعني أتمنى أن يكون 2025 لأن 2024 أجهدتنا جميعا نتمنى